عنده متقرب اسمه وليد الركراكي وليد الركراكي ده حكاية حلوة حكاية حلوة او نقف عندها لسواني بس وليد الركراكي مشواره في التدريب لو سألت حضرتك كده هل تعلم كامل فترة اللي قضاها وليد الركراكي في التدريب حتى هذه اللحظة هتقول لي كم مثلا 15 سنة 20 سنة 25 سنة خبرات 8 سنين الرجل ده بدأ تدريب من 8 سنين من 2014 بدأ تدريب من 2014 رجل اللي تولد في فرنسا في فريس وعاش معظم حياته في اوروبا بعقلية اوروبية ودم حامي وحماسي عربي توليفة عظيمة جدا لمدرب قدير جدا مع المنتخب المغربي واحد في 2014 بيستلم نادي الفتح الرباطي المغربي وهو مش من الاندية الكبيرة في المغرب مش زيه يعني مش أنا ياسف يعني مش نادي صغير ولكن مش الوداد بتاريخه ولا الرجاء بتاريخه ولا الجيش الملكي بتاريخه الفتح الرباطي ياخد معايا اول سنة في 2014 الكاس يجي على اللي بعدها السنة اللي بعدها ياخد الدوري في 2015 ياخد الدوري من الفتح الانان لسايلهم لكلهم اللي وداد بقى على الرجاء على الجيش المنكو على كل الفرق المغربية دي اول سنتين تدريب كاس ودوري مع فريق مش من اندية الصف الاولة من اندية اليوم تاريخ كبير في البطولات في المغرب بعد كده يروح قطر بعد كده يروح قطر ياخد الدوري مع الدحيلة القطر يقولوله في الوداد قالوه كابتن وليد محتاجينك في الوداد عشان بنحاول نعمل فريق جديد ينافس على البطولات المحلية والافريقية طيب انا جاي لك كلام ده كان امتى كلام ده كان امتى فالفين وعشرين الفين واحد وعشرين انا جاي الوداد خلاص انا هشتغل مع الوداد جاي يعمل ايه يكون فريق يبدأ يعمل فريق للمستقبل للوداد نفس السنة اول سنة اول سنة ياخد الدور المغربي وياخد دور الابطال مش عايزينك في المنتخب المغربي يا جماعة يعني ممكن يكون محلان كويس ومع الفرق كويس بس مايمسكش منتخب المغرب مرة واحدة كده ورايح كاس العالم وبعد مدرب كبير اللي هو خليل يوزيتش هتبقى الامور ممكن صعبة بالنسبة له يروح مع المنتخب المغربي ويعمل ما هو اكثر من الخيال ما هو اكثر من الخيال يتعادل مع كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 يفوز على بلجيكا المصنف الثاني عالميا وصاحب المركز الثالث في منديال 2018 ويفوز اخينا على كندا ويتصدر مجموعته ويقصي بلجيكا من المونديال اكثر من الخيال اتا متخيل تجربة نكحة ديه متخيل التجربة نكحة ديه احنا قدام اول مدرب عربي في التاريخ يوصل لدور الستة عشر في المونديال ومرة اخرى مش ما حدش يقول لي طبعا مغربي ودمه مغربي ودمه عربي بس الراجل ده عاش وتعلم الكورة والتدريب وكل شيء في اوروبا في فرنسا فانت بقى عندك واحد سقيل جدا على مستوى اللعب على فكرة ممنزبة اللعب اللي مايفتكرش وليد الركراكي كان في 2004 بيلعم مع المنتخب المغربي كاس الأمم الأفريقية 2004 ودي كان يعني كان بقاله سنة تقريبا مع المنتخب المغربي لعب مع المنتخب المغربي في 2004 وخد افضل مدافع في البطولة وكان زير ايمن خد افضل مدافع في كاس الأمم الأفريقية 2004 ما لعبش في عندها كبيرة بس كان مؤثر مع عندها اللي بيلعب ديها وكان مؤثر مع المنتخب المغربي وكان مؤثر على مستوى التدريب وليد الركراكي لأمام حضراتكم هذا النموذج العربي الرائع جدا اللي من حقه ان احنا كلنا نفخر بيه عجبان التجربة عجبان الكصة كصة حياته الصغيرة دي يعني ملهمة ملهمة جدا فحبيت اتكلم عنها على ذكر المنتخب المغربي يا رب كل التوفير للمنتخب المغربي يا رب من القلب ان شاء الله قلوبنا معاكم وان شاء الله تفرحوا كل العرب وكل المغربة يوم السلساء القادم في مواجهة المنتخب الصعب جدا المنتخب الأسباني وهنتكلم فنان وقتها ازاي المغرب ممكن تلعب مع المنتخب الأسباني اللي بيستحوز دائما على الكورة عادة ممكن تقول ايه فنيا فيه خصم او منافس يسيب الكورة للمنافس بتاعه ويشتعل هجمات مرتدة انت آسفا غصبا عنك مش بكما منتخب المغربي اي منافس بيالعب قدام أسبانيا هو بتتخذ منه الكورة مش بمزاجك هتتتخذ منها الكورة المهم ان يكون رد فعلي منتخب المغربي وقتها رد فعلي قوي وفيه يعني فعلي على المرمى فأقل الفرص بإذن الله